موسيقى يا مساء الخير على كل مشاهدة ومتابعك نقطة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الترند حالة اليوم كالعادة دايما بيكون فيها أخبار عديدة على مستوى العالمي ومستوى المحلي وبالتحديد كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي وآخر الجديد اللي بيخص تحديدا كمان الفريق الأول لكرة القدم وهو مجبل على مستهل المشوار الأفريقي والدفاع عن لقبه ولقب دوري أبطال أفريقيا والطريق نحو اللقب الرقم 10 في تاريخ النادي كل التوفيق للنادي الاهلي وعندنا كواليس كتير جدا متتعلق برحلة الفريق في النايجر قبل الممبرار اللي ستكون بعد بكرة بإذن الله كمان مستنين تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة وسؤال الحلقة بيتعلق بإيه من وجهة نظر حضراتكم اللاعب اللي ممكن يكون أفضل لعب في الموسم الحالي اللي هو الموسم الجديد بالنسبة لفريق النادي الاهلي ناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر لكن دايما البداية بتكون بأهم العنوان نشوف في تريند الاهلي بتتدريبه الأول في النايجر لسه مع تريند الاهلي الخطيب بيطمئن على بيعسة الاهلي أما في التريند العالمي صلاح حفوظ بجائزة أفضل لعب في البريمير ليج لعام 2020 طيب كالعادة هبتدي مع حضراتكم بأهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات والنهاردة في مباريات مهمة تحديدا في الدوري المصري ابتدت المباريات بمطش كان قوي جدا ما بين البنك الأهلي والإنتاج الحربي المباريات كانت في تمام الساعة 2.5 عصرا وانتهت بفوز البنك الأهلي أول فوز في تاريخ هذا النادي بنتيجة 3.0 نتيجة كبيرة جدا على الإنتاج الحربي وكابتن مختار بداية غير موفقة لإنتاج الحربي هذا الموسم كمان في هذه اللحظات ابتدت مباراة أيضا قوية ما بين الجونة والإسماعيلي وأيضا الساعة 7.30 بالليل هتكون مباراة المصري مع أسوان أما في الدوري الإنجليزي النهاردة ختام الجولة رقم 14 في هذه البطولة تحديدا الساعة 7.30 هتكون مباراة بيرنلي مع ويلفر هامتون والساعة 10 بالليل آخر مباراة في هذه الجولة ما بين تيلسي ووست هام يونيتد أيضا هتكون مباراة قوية ومسيرة للغاية دي أهم المباراة تعتبر النهاردة لكن أعيز أعزي جمهور النادي الأهلي في وفاة واحد من المديرين الفانيين اللي تولوا قيادة الفريق الألماني طبعا فيتسا المدير الفاني الأسبق للنادي الأهلي واللي تولى النادي الأهلي في تحديدا موسم 88-89 بعد ما رحل في هذا التوقيت الكابتن أنور سلامة والراجل تولى وقدر أنه يحقق بعض الإنجازات فاز مع النادي الأهلي بثلاث بطولات الدوري وكاس مصر وبطولة الأفر الاسيوية كل ده في عام 89 كمان اللي كان بيمتاز بفايتسا شوية أنه كان أول من أدخل طريق 3-5-2 على الكرة المصرية كان كل الفرق في مصر تلعب 4-4-2 والراجل ده جي من ألمانيا بعد ما كان الأهلي معتمد شوية على المدرسة البريطانية لكن جي الراجل ده من ألمانيا كان لي فلسفة مختلفة ولعب بطريق 3-5-2 وقدر أنه ينجح بيها مع النادي الأهلي كان رحل في عام 90 بعد منتخب مصر ما وصل كاس العالم فالكابتن محمود الجهري الله يرحمه كان طلب بعد ما الدور الأول انتهى من المطولة الدوري أنه يلغي الموسم ويأخذ اللعبين يعمل به معسكر اللعبين الدوليين فبالتالي الراجل شاف أنه ما فيه أهمية ليه تواجده خلال الفترة الحالية ما فيه ضرورة يعني ما فيه دوري ما فيه أي حاجة فبالتالي طلب النور في سكل عقد ويرحل كمان من ضمن المميزات اللي عملها مستر فيتس أنه كان بيعتمد على قطاع الناشئين في النادي في هذا التوقيت ومن ضمن الأسماء الكبيرة اللي صعدت في الوقت ده كان الكابتن هاني رمزي طبعا نجم النادي الأهلي منتخب مصر السابق وزميلنا في قناة النادي الأهلي كان ناشئ ساعتها وصعد للفريق الأول بالإضافة لأعتماد على السنائي حسام وإبراهيم حسن طبعا نجم مصر والنادي الأهلي السابقين واعتمد عليهم بشكل أساسي كان عندهم تقريبا 22 سنة في هذا التوقيت وكمان قام بيه تصعيد كل من عادل عبد الرحمن ومحمد عبد الجليل وعمر أنور كلهم نجم أيضا مميزين في صفوف الفريق جيه كمان ده بعد اعتزال عدد كبير من نجوم النادي الأهلي في هذا التوقيت قبل ما ييجي فيتسا كان عقصون كابت محمود الخطيب وكابت مصطفى عبده وكان احتراف ساعتها مجدي عبد الغني لعب النادي الأهلي والاحتراف في البرتغال في أحد الفرق المغمورة هناك في البرتغال وزي ما أنتم عارفين طيب عدد رجع بعد كده على المريخ البورسعي فيعني ده أبرز الأمور الخاصة ببيتسا ربنا يرحمه ويخفر له ويسكنه فسيح جنته هنروح لفاصل سريع كل التفاصيل الخاصة بفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي بالتحديد في النايجر وقابل المغمورة اللي هتكون بعد بكرة إن شاء الله هتكون معنا بعد فاصل استنونا موسيقى أهلا بحضراتكم من جديد طبعا أهم شيء دلوقتي بالنسبة لجماهير النادي الأهلي كل ما يتعلق بالفريق في النايجر واستعداداته الأخيرة لمباراة بعد غد أمام فريق السنوديب بطل النايجر في زهاب دوري 32 بطولة دوري أبطال أفريقيا بطولة خلاص يعني إحنا أبطالها الأهلي هو صاحب الرقم الكياسي كمان في الفوز بهذه البطولة 9 مرات في أهداف ودوافع كتيرة جدا جدا عند اللعبين والجهاز الفني لتحقيق اللقب رقم 10 وخصوص أن انت تمتلك قيمة باسم الله ما شاء الله مميزة جدا من اللعبين في مختلف الخطوط فبالتالي أنا عايز أقول لحراركم بعض الأخبار كده الخاصة بالبعثة النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتمؤن على بعثة الفريق هناك من خلال تواصله مع الكابتن سيد عبدالحفيز مدير القرى والقائم بأعمال رئيس بعثة النادي الأهلي بعد طبعا إصابة الأستاذ محمد الضماطي اللي كان من المفترض أنه هو يكون رئيس البعثة بفيروس كورونا لكن كابتن محمود الخطيب اتمؤن على الفريق وآخر الأخبار بتتعلق بالفرقة وتمنى السلامة والتوفيق للنادي الأهلي في هذه المبرأة وخلينا أقول لحراركم أنه دايما فيه سؤال دائم من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب على البعثة من خلال الاتصال الدائم بالكابتن سيد عبدالحفيز لتمنى على كل كبيرة وصغيرة بتتعلق بالنادي الأهلي في النايجر كمان النهاردة الأهلي أجرى مسحة طبية وده طبقا البروتوكول المتبع من قبل الكاف وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا تحديدا والمسحة دي كانت ظهر اليوم زي ما حراركم شايفين كده على الشاشة وكل اللعبين والجهاز الفني قاموا بالمسحة دي عشان يتطمنوا فيه كل ما يتعلق بصوبات فيروس كورونا إن شاء الله يكونوا كلهم سلامة ومفيش أي مشكلة خالص وده طبيعي بيبقى قبل 48 ساعة من أي مباراة أفريقية خلينا أقول لحضراتكم كمان النهاردة الأهلي حيقوم أو حيتمرن أول مران بالنسبة له هناك في النايجر ده حيكون على ملعب الجنرال سيني كونتي ده الملعب اللي حتقام عليه المباراة التدريب بالضبط حيكون في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت النايجر ده بسبب إيه؟ هم مفترض تبقى يعني اللوايا حيات عدر أفريقية إن أنت الفريق ديف بيتمرن قبل 24 ساعة على الملعب اللي حتقام عليه في المباراة لكن مش هيكون مسموح للأهلي أنه يتمرن بكرة على الملعب ده لأنه هيكون في مباراة هناك خاصة به بطولة الكنفيدرالية ما بين فريق ناشنال بطل النايجر وشبيبة اللقباء الجزائري فبالتالي هيكون صعب إن النادي الأهلي يتمرن على الملعب ده بكرة فحيكون المران الرئيس النادي الأهلي النهارده على الملعب اللي حيستضيف هذه المباراة خليها أطمن حضراتكم بقى بخصوص الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبعثة هناك فبالتالي النادي الأهلي استحب معاه نور محمد ده مسؤول المهمات ويقوم بتعقيم كل الغرف الخاصة بكل أفراد البعثة يعني كإجراء احترازي من فيروس كورونا وكجزء مهم جدا لمواجهة هذا الفيروس وإن شاء الله بإذن الله تكون الأمور جيدة وما يبقاش فيه أي إصابات في بعثة النادي الأهلي كمان فيه إجراءات مشددة جدا خاصة بارتداء الكمامات وتوفير أدوات التعقيم والتطهير وده أمر مهم ويعني محطوط في الحزبان بالنسبة للبعثة خلينا أقول لحضراتكم فيما يتعلق كمان ببعض الأجراءات الخاصة بالوجبات في النايجر والتعام الخاص بالجهاز الفاني واللعابين النادي الأهلي هناك في النايجر ففيه تنصيق كامل ما بين أخصاء التاخذية سعيد أو عبد الرحمن سعيد والشيف محمد اللالدالي اللي استحبوا الفريق هناك في النايجر عشان يتم التنصيق بخصوص الوجبات والكميات الخاصة بكل لعب وكل هذه الأمور وكل لعب ما محتاج إيه والكميات إيه من الوجبات عشان الأمور تبقى ماشية بالشكل الجيد والمناسب للفرق قبل هذه المباراة الهمة وهي بكل تأكيد مباراة همة لأن انت انطلاقة دوري أبطال أفريقيا بالنسبة لك لازم تكون انطلاقة قوية تقدر من خلالها تاخد دفعة مميزة لاستكمال البطولة بشكل جيد وان شاء الله تحقق اللقب الكابتن سيد عبدالحفيز كمان كان ليه تصرحات مهمة النهاردة الصبح وتكلم على أن الفريق بيسعى ليه بداية قوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا والمشوار نحو البطولة العاشرة للنادي الأهلي بإذن الله تعالى وبيقول أنه مهمة جدا أن البداية تكون قوية بالنسبة لنا وإحنا مركزين على الجزئية دي بشكل كبير اتكلم كمان أن احنا عندنا طموح كبير جدا كان نادي اللي كانت طموح في التتويج بيه بطولة دوري أبطال أفريقيا المرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي وقال إن الأهلي بيتعامل مع مباراة سنديد بمنتهى الاحترافية والاحترام للمنافس وده أفضل شيء يجب أن يكون عشان تقدر أن أنت تتخطى عقباطل والأخرى بالشكل الأنسب واللي يوليك ببطل دوري أبطال أفريقيا للنسخة الأخيرة تحديدا كمان قال الكابتن سيد عبدالحفيز أن احنا عندنا دوافع كبيرة جدا جدا أن احنا نقدر نحقق شيء وتكون إن البداية جيدة ومناسبة بالنسبة لنا في هذه اللي بطولة في المقابل سفير مصر بالنيجر معالي السفير نبيل ميكي كان ليه بعض التصريحات والأكد فيها سعادة كبيرة موجودة هناك في النيجر بمختلف جهات الرسمية بدولة النيجر بعد تواجد النادي الأهلي هناك لمواجهة فريق سونديب والناس سعيدة جدا من تواجد بطل أفريقيا وبطل القرن في القرى وقال إن البداية الترتيب والتنصيق ابتدت من فترة كبيرة كانت من خلال أستاذ محمد الدماطي وطبعا هو عضو مجلس دارة النادي الأهلي وأيضا كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة وكان فيه تواصل يومي مع معالي السفير عشان يتم التنصيق في كل الأمور اللي بتتعلق باستقبال بعثة النادي الأهلي سعيد من حيث فندق الإقامة وملاعب التدريبات كل هذه الأمور قال كمان إن فيه اهتمام كبير جدا بتواجد النادي الأهلي هناك في النيجر قال إن إحنا حظنا كانواحش أويء ده رئيس النادي بقى اللي إحنا هنتكلم عنه بالتحديد دلوقتي قال إحنا حظنا كانواحش بخصوص إن القرع وقعتنا مع بطل أفريقيا في زهاب دور الـ 32 أو يعني مبراطية دور الـ 32 وقال إن مواجهة تكون صعبة بكل تأكيد لكن إحنا حرسين أشد الحرس على أن العلاقة تكون جيدة وقوية ما بيننا وما بين النادي الأهلي طيب الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل النادي مراسل قناة النادي الأهلي ومرافق البعث هناك في النيجر كان أجرى لقاء مهم جدا مع رئيس فريق سون ديب ويتكلم معا عن بعض الأمور الهمة خلينا نروح نشوف اللقاء ده وبعد اللقاء ده فاصل وبعدين نرجع نتكلم في بقية أخبار النادي الأهلي يلا كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من النيجر بالتحديد العاصمة نيامي مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق سون ديب في مباراة الذهاب لدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا مستر محمد داتشيجا رئيس نادي سون ديب كان حريص على زيارة فريق النادي الأهلي في مقر إقامة فريق النادي الأهلي يعني نستغل هذا اللقاء ونتكلم ونتطرق للكثير من الأمور مستر محمد داتشيجا برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وقبل ما أتكلم على المباراة واتكلم على الشق الرياضي عايز أتكلم على عمق العلاقات والجانب الاجتماعي وحرص حضرتك النهاردة أنك تكون موهود وفي مقر إقامة فريق النادي الأهلي وتزور النادي الأهلي أعتقد بعد اجتماعي وده الرسالة بتاعة كرة القدم شكرا لكم في مقه النادي الأهلي كما أخبرتكم بجميع المعارضة أنتم بجميع المعارضة وكما أعلم سيجعل العالي في المعارضة وكما أنه يكون جميع المعارضة يمكن أن يكون العالي أممم مجمع ويقول طبعا بشكركم بشكر قادة نادي الأهلي وبيقول زي ما قال قبل كده في اللقاء اللو عمل من شوية مع الموقع الرسمي نادي الأهلي انهو سايد بتواجد نادي الاهلي هنا بقول طبعا الوافد الإعلامي الكبير الموجود المستحب للفريد نادي الاهلي بيبين قدي نادي الأهلي نادي محترف ونادي كبير انهو بشتغل باحترافية ونحن نقدم مباراة كويسة على المستور شخصي وانه في متمنى اقامة كويسة لنادي الأهلي اقامة مريح نادي الأهلي هنا وتبقى علاقات كويسة بالفريد أهم الأمور التطرق للحديث فيها مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير القورة بالنادي الأهلي والمكلف بمهام رئيس البيعس الأهلي الأهلي قديم الأهلي كبير ترجمة نانسي قنقر 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 على الغيابات الخاصة بالفريق في هذه الرحلة قال لك 8 غيابات في الأهلي قبل مواجهة سينديب أبرز الغيابات خلينا أقول له حضراتكم إحنا عندنا السلية ومحمد مجدي أفشة بسبب فيروس كورونا ومعهم رامي ربيعة كمان جونيور أجيي وماروان محسن وحسن الشحات بسبب إصابات مختلفة وهو معهم كمان ناصر ماهر بالإضافة لمستر بيتس المسلماني بسبب فيروس كورونا إن شاء الله يعودوا سريعا ونتمنى إن الإصابته إن شاء الله لي موارات الزمالك يوم 28 يوم الاثنين اللي جاي حساب جول مصر على تويتر بيقوله علوله عنوان الفرحة الأهلوية دائما علي معلول لاعب مهم جدا في صفوف النادي الأهلي وأحد أفضل وأهم الصفقات خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للقلعة الحمراء نتمنى له دايما التوفيق مع فرقة النادي الأهلي وهو لاعب مؤثر جدا في الحقيقة سري سيكستي وحسابهم على تويتر واللي بيقولوا إن النادي الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يحصل على أي بطاقات صفراء أو حمراء بعد جولتين من مسابقة الدور المصري موسم 2020-2021 وده أمر جيد في الحقيقة وفي إشارة للعب النظيف بالنسبة للفريق الأول لقلعة القدم النادي الأهلي دايما الأهم كمان الألقاب والمباريات ونتائجها إن شاء الله يفضلوا موفقين طيب ما زدنا مرزوق ده من خلال بطولات الحساب الرسمي ليهم على تويتر ويعتصرحات لمازل مرزوق بيؤكد فيها هو طبعا رئيس لجنة المسابقات اللي هو السابق قال سبب عدم لعب النادي الأهلي مبارياته في الإسماعيلية وقال إن ده قرار أمني لأن فعلا فيه ناس بتقعد تتكلم كتير في القصة دي وانتوا عارفينه من ناس دول كويس جدا يعني انتوا عدوا تتحقق عليهم كده شوية لكن في كل أحوال السبب الوحيد إنه ما فيهش مباريات ما بين الأهلي الإسماعيلي هناك في الإسماعيلية هو قرار أمن لازم نحترم الأمن يعني هما الناس لهم رؤية وجهة نظر وهم الأضرب كل شيء فبالتالي لازم يكون فيه مساندة للأمن وقت ما الأمن يقول إنه ينفع الأهلي يلعب في الإسماعيلية أكيد الأهلي هيروح يلعب ومش عيمانا يعني الموضوع بسيط جدا ده فيما يتعلق بترند الأهلي هروح لفاصل بعد الفاصل عندنا صفاصيل أخرى بتتعلق بالفريق يلا عندنا أخبار كتير جدا في الترند العالمي وأخبار تتعلق بالكرة العالمية نبتدي بميرور وحسابهم على تويتر واللي بيتكلموا فيه عن جائزة جديدة لمحمد صلاح فاز بها والجازة بتتعلق بإيه؟ تتعلق بأنه هو أفضل لاعب في عام 2020 في الدور الإنجليزي والجازة دي جات بتصويت الجماهير بعد منافسة قوية جدا مع عدد من النجوم في الدور الإنجليزي أبرزهم جاك جريليش طبعا مهاجم أستون فيلا أو لاعب وسط أستون فيلا ماركوس راشفورد نجم نجوم منشستر نايتد بالإضافة لكيفيد بروين نجم منشستر سيتي هندرسون كمان لعب ليبربول وساديو مانيه وفرجل باندايك نجوم ليبربول بالإضافة لسون نجم توتنم ونجمنا المصري محمد صلاح طوجة بهذه الجائزة بنبارك له طبعا فخر مصر والعرب كلهم وخصوصا أن فيه كلام كتير جدا على محمد صلاح كلال الأيام الحالية وأنه مش مبسوط في ليبربول وشفنا تصرحات كمان أبو تريكا مبارح وبعض المقربين محمد صلاح أنه ممكن يروح لأيام متوهج ومتقلق خلال الفترة الحالية مع ليبربول وهدها في الدورة الإنجليزية نتمنى له دايما التوفيق طيب خلينا نروح لخبر آخر عالمي من خلال في الجول وحساوهم على فيسبوك واللي بيقوله بقيمة مليار ونص جنيه صلاح دم تشكيل الأغلى في العالم حسب مرصة كرة القدم CIES واللي بيتكلم في أغلى تشكيلة في العالم حاليا صلاح متواجد خلينا نلوح عليكم التشكيلة أليسون موجود حارس مرمى ليبربول بيرجر فاندايك طبعا نجم ليبربول وترينت أليكساندر أرنود كذلك وإمريك لابورت نجم طبعا فريق منشستر سيتي بالإضافة لسانشو أحد اللاعبين الإنجليز فيه فريق بورسيا دورتموند كوتينيو كمان موجود والصورة من شواطها المنسبة لي أعتقد ده برناردو سيلفا اللي بجوار كوتينيو بالإضافة رحيم ستيرلينج وميسيا ومبابيه وصلاح صلاح قمته 195 مليون جنيه استرليني أغلى واحد في التشكيلة دي كلها طبعا هو كلي يعني مبابيه 224 مليون جنيه استرليني فيعني برضو حاجة مميزة جدا إن النجمينة المصري محمد صلاح يكون متواجد في التشكيلة دي إن جزاك دي أحنا يعني مفأخرين بنجم عالمي يعني ما كناش نحن في يوم الأيام إنه عندنا حد زي محمد صلاح كده ربنا يكرموا وفاقوا بإذن الله تعالى خلينا نروح لحساب كريستيانو رونالدو على تويتر واللي بعد فوزه بلقب القدم الزهبي كتب أتشرف بفوز لقب القدم الزهبي أنه خلت في مشوار البطل في موناكو مع بعض من أعظم أساطير كرة القدم في كل العصور ودي جيزة جديدة فاز بيها كريستيانو رونالدو والنسخة رقم 18 ليها زي ما حدركم شايفين كده على الشاشة وكان بينافس كل من ميسي وكمان نجمنا بمصري محمد صلاح كان موجود وليفندوسكي نجم بار ميونيخ بالإضافة لكليني وسيرجو راموس ونيمار وبيكي وجويرو وفيدال دول أبرز النجوم اللي كانوا بتنافسوا على هذه الجائزة أو هذا اللقب القدم الزهبي واللي فاز فيه بالآخر أو القدم الزهبية اللي فاز بيها في الآخر كريستيانو رونالدو طيب خلينا نروح لخبر آخر من حساب بي بي سي على تويتر اللي كان كمان أعلن عن فوز نادي ليبربول بجائزة أفضل فريق في العالم أو ده الأول حساب ماركوس راشفورد اللي بيتكلم فيه عن أنه هو بيشكر طبعا كل من دعمه على مادة 12 شهر ماضي ولدعم الأطفال وذلك بعد فوزه بجائزة الخبراء المقدمة من إزاعة البي بي سي البريطانية العام 2020 تكريبا على جهوده التي بذلها لرفع مستوى الوعي بضرورة توفير الطعام للأطفال والأسر الفقيرة ونحن عارفين طبعا المبادرة اللي قام بها ماركوس راشفورد من سنة تقريبا وكانت حاجة جيدة ومميزة جدا من لعب إنجليزي مميز وهو ماركوس راشفورد نجم فريق منشستر يونيتد خلينا نروح أيضا لحساب بي بي سي واللي اتكلم على تويتر وقال وأعلن فوز نادي ليبربول بجائزة أفضل فريق العام 2020 وكذلك فوز يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب في 2020 وأعتقد ليبربول يستحق الاستحواذ على كل الألقاب إنه فاز بالدورة الإنجليزية المسلمة للرفع بعد غياب 30 سنة آخر بطولة كانت في 1990 30 سنة كان عدد كبير جدا من السنوات غياب عن الفوز بالبريمير ليج فبالتالي ده أمر جيد وطبيعي جدا أنه كل نجوم ليبربول سواء جاهز فني أو لعبين يحصدوا مثل هذه الجوائز طيب خلينا ناخد آخر خبر قبل ما نطلع للفاصل وهو خاص بحساب صان على تويتر واللي بيقول إن جوزي مورين ومدير الفاني توتنام كان ليه بعض التصرحات واللي بيتكلم فيه عن فريقه كان أفضل في آخر مبارتين لعبهم المبارات الأولى كانت أمام ليبربول خسر 2-1 بيقول إنه كنت أفضل فريقه كان أفضل في عزي مبارات وكمان إمبارح كسر من ليستر سيتي بنتيجة 2-0 وبيقول هو كمان كان أفضل لكن طالما أفضل ليه ما كسبش مش عارف لكن في كل الأحوال توتنام عاملين موسم جيد حتى الآن مع جوزي مورين طيب خلينا نروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل آخر فقرات حلقة التريند النهار يلا بي أهلا بحضراتكم من جديد خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مرافق بأسة النادي الأهلي في رحلته إلى النيجر في مبارات زهاب دوري 32 مبطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريق سنيدي ببطل النيجر يا فاروق أهلا بيك من ورنا ومن شرفنا ويحمد الله على السلام كل تحية لك أمير الله يسلمك كل تحية لك أمير وكل تحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا بيك فاروق طبعا في البداية كده أنا شايف ورق ده يعني أعتقد أول مران بالنسبة لنادي الأهلي في هذه الرحلة الهمة وبالتالي أرضية الملعب أكيد لك انتباع أولي عن هذه الأرضية وده ملعب المباراة بالمناسبة عايزين نقول لجمهور النادي الأهلي الملعب اسمه سيني كونتي فبالتالي جودة الملعب أخبارها إيه وهل هو ملعب جيد لإستضافة هذه المباراة فاروق في البداية كده يعني خليني في البداية أقول لك أمير بالفعل إحنا موجودين في ملعب سيني كونتي أو الجنرال سيني كونتي وده كان أحد رؤساء اللي تولوا رئاسة جمهورية دولة النيجر يعني من الفترة من 1974 وحتى 1986 هذا الاستاذ تم افتتاحه عام 1989 بيتتسع لخمسة وتلاتين ألف متفرج يعني أول مران لفريق النادي الأهلي على هذا الملعب بالمناسبة هو الملعب اللي يستضيف أحداث اللقاء وكان من المقدر اللي أن النادي الأهلي يؤدي مرانه الأخير أنت عارف قبل المباراة 24 ساعة على الملعب غدا ولكن لظروف إقامة مباراة في كأس الكونفيدرالية غدا على نفس الملعب فتم أن النادي الأهلي يؤدي مرانه اليوم على هذا الملعب انتباعا الملعب يا أمير يعني نقدر نقول برضو يعني أرضية الملعب لم تلقى استحسان أفراد الجاز الفني ولا اللعبين الخاصة بأرض الملعب طبعا من الواضح جدا أن الصورة يا أمير زمان تشايف يعني النجيلة مرتفعة أيضا غير كده الملعب يعني موجود فيه بعض المطبات تقدر تقول بلغة الكورة فيعني لم يلقى استحسان أفراد الجاز الفني لكن إن شاء الله يا أمير أقولك أن العبت النادي الأهلي يعني على قدر من الشخصية والتعامل والخبرة إنها إن شاء الله تتعامل مع أرضية الملعب وإن شاء الله تكون بداية موفقة بداية مشوار النادي الأهلي نحو البطولة العشيرة بمشيئة الله زي ما أنت قلت أمير مباراة الزياب أمام نادي السونيدي ببطل النيجر في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا تمام خلينا أتكلم شوية على الأجواء يا فاروق بتحديد المناخ أخباره إيه يعني درجات الحرارة بتتراوح ما بين كم وكم شاف أن أنت يعني مخفف شوية في اللبس فأعتقد درجات الحرارة عالية شوية هل الأجواء والمناخ تحديدة مناسب بالنسبة للفريق ولا الأجواء صعبة شوية يعني أقدر أقول لك أمير درجة الحرارة تتراوح ما بين 34 لـ 36 درجة مقوية ومن المقدر يعني يوم المباراة إن شاء الله درجة الحرارة تبقى ما بين 36 لـ 37 درجة مقوية وبالمناسبة ده التقس أو ده فصل الشتاء بالنسبة لدولة النيجر أن دي درجات الحرارة المعتادة هنا في فصل الشتاء في دولة النيجر نسبة لفصل الصيف طبعا درجة 45 والخمسين تقدر تقول إن الجو يعني في نسبة طبعا ارتفاع في درجة الحرارة أيضا يعني فيه ارتفاع شوية في نسبة الرطوبة لكن إن شاء الله يعني يوم المباراة تعرف توقيت المباراة طبعا هتلاقي في التماث ساعة الثالثة بتوقيت النيجر الرابعة بتوقيت القاهرة درجة الحرارة في هذا التوقيت هتكون صعبة جدا لعبة النادي الأهلي الجاز الفني أيضا مسؤول التغذية الدكتور عبد الرحمن سعيد أكيد يعني على درائق كاملة بكيفية التعامل مع توقيت هذا اللقاء خاصة ظروف اللعبين ونوعية الطعام اللي هتناول ولعبة النادي الأهلي وأيضا نوعية المشروبات طبعا تعرف درجة حرارة متفعة يبقى فيك بتفقد كمية كبيرة جدا من السوائل والأملاح بتحتاج أن انت تعوضها فإن شاء الله يتم التعامل مع هذا الأمر طيب بالتالي عايزة تطمئن على الإجراءات الاحترازية يا فاروق قبل هذه المباراة وبتحديد كمان عن المسحة لأجراتها البعثة النهاردة والنتيجة تظهر إمتى بالتحديد تطمئن على الجزئية دي بأدك التفاصيل يا ريت يا فاروق سمعنا فاروق طيب يعني هنحاول نتواصل مع زميلنا العزيز فاروق صلاح مرة أخرى ونتطمئن بشكل أكبر عن البعثة وده أمر مهم لكن في كل الأحوال واضح كده أن الملعب مش بالجودة المطلوبة ملعب سيء ممكن يكون عاقق بالنسبة لنادي الأهلي لكن فرقة النادي الأهلي متعودة على مثل هذه الأجواء الجهاز الفني عارفين إزاي ما هم يتعاملوا مع مثل هذه الأمور فبالتالي زي ما حرقكم شايفين كده طبعا دي اللقطات الأولى ومحاضرة من طبعا كيفين جونسون المدرب والمدير الفني في هذه المباراة بسبب غياب مستر بيتسون سماني لإصابته بفيروس كورونا وبداية الاستعداد لهذه المباراة في النيجر ده أول مران بكرة حيكون فيه مران آخر على أحد الملاعب حتى إن شاء الله بإذن الله يكون بعد بكرة المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الكاهرة نتمنى كل التوفيق بشكل عام بالنسبة لفريل أول لقرأة القناة من نادي الأهلي وإن شاء الله يكونوا موفقين في تحقيق نتيجة إيجابية جيدة قبل مباراة الإياب في القاهرة دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند إن شاء الله استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج وإن شاء الله بإذن الله أخبار متعددة عن النادي الأهلي بشكل عام إلى اللقاء